أخطر وأغرب ما تحقق من توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف تشاهدونها معنا الآن أهلا بحضراتكم معينا وحلقة جديدة من حلقات توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف ومجموعة من أهم توقعات الخطيرة واللي تحققت في الفترة الأخيرة بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات أما لو أنت جديد معنا في رئيس دلوقتي تشرفنا بالاشتراك في القناة ومتنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول وأول توقعات ليلة عبداللطيف معنا كان توقعها بالهجوم على إحدى السفارات في لبنان التوقع ده كان حدث بالفعل حيث توقعات ليلة عبداللطيف حدوث هجوم على إحدى السفارات في لبنان وده اللي حيقدي الاشتباك مع رجال الأمن وأشارت إلى أن الجيش حيدخل لفرض الأمن وحدوث إطلاق نار كسيف وحيتم القبضة على بعض المشبوهين والتوقع ده بالفعل تحقق فقد شهدت السفارة الأمريكية في عكر شرق العاصمة بيروت هجوم من قبل مسلح أطلق النار من رشاشه على حراس الأمن في السفارة وتدخل الجيش اللبناني المكلف بحماية المنطقة واشتبك مع المسلح لمدة نصف ساعة وأصابوا إصابة مباشرة في بطنه وقدمه وتمكنت مخابرات الجيش من التعرف على هوية مطلق النار وهو كان مواطن سوري يدعى قيس فراج في منتصف العقد الثالث من العمر للعبداللطيف أيضا توقعت أنها تشهد الكويت أزمة سياسية داخلية لكن هذه الأزمة لن تؤثر على نظام واستقرار الحكم في البلاد وبتقول أن الأزمة دي حتقدي لانتشار قضايا الرشوة والفساد وبتتوقع أيضا حملة واسعة لمحاربة الفساد والرشوة مما يؤدي لتغييرات كبيرة في الوجوه السياسية والأمنية بيتشمل هذه الحملة مدهمات واعتقالات لعدة أشخاص بارزين وحنراهم وراء القطبون وأيضا قالت أننا حنسمع عن قرارات جريئة وجديدة بتصدر عن أمير الكويت بتفاجئ الجميع على الصعيدين الداخلي والخارجي وتصب في مصلحة الشعب والاختصاد وتمنع الفساد من المتوقع أن يشعر الشعب الكويتي بارتياح واسع نتيجة للخطوات دي اللي حتقضي على جزء كبير من عمليات الفساد والرشوة خاصة في الإدارات الحكومية وقالت أننا حنرى الشعب الكويتي مؤيد لقرارات الأمير بالفعل اللي حصل أن أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجبر الصباح حل مجلس الأمة وأعلن توقيف العمل بي ببعض بنود الدستور الكويتي في خطب وجهه إلى الشعب تحت عنوان بلدنا مرت بأوقات عصيبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف ونادت بتصرفات اللي بتخالف القواعد الدستورية في البلاد كمان للعبداللطيف توقعت أنه حتأدي الجرأم المستمرة من الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني إلى تفجير غضب شعبي عارم وغير مسبوق في أكتر من دولة عربية وأجنبية والغضب ده حيجعل الولايات المتحدات واجه موجة عالية من الارتباك بسبب الانتقادات الواسعة والهجوم المباشر تجاه سياسات الإدارة الأمريكية الحالية حدث بالفعل استمرار لتوفان الحراك الطلابي في عدد من الجماعات الغربية نصرة لغزة ومع استمرار تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب اتوسعت حالة الغضب لتمتد لعشرات الجماعات الأمريكية منها هارفورد وجورج واشنطن ونيويورك ومعهد للتكنولوجيا ونورث كارولينا ورفع الطلاب المحتجون أعلام فلسطين مرددين شعرات بتطالب وقف العدوان ووقف الدعم الأمريكي لإسرائيل كمان ليلة عبداللطيف توقعت أننا حنشهد مهاجمة لأهداف إيرانية وحترد إيران بالطائرات المسيرة وهنا تكمن المفاجأة حدث بالفعل أن أطلقت إيران أكتر من 200 قطع نارية حسب الوصف الإسرائيلي باتجاه إسرائيل بتشمل القطع دي أكتر من 200 طائرة بدون طيار وصاروخ بلستي أو صاروخ دقيق أطلق بشكل مباشر من قبل الحرس الثوري الإيراني كمان ليلة عبداللطيف توقعت أنها تشهد بعض مطارات العالم إغلاق وتوقف للرحلات الجوية مرة أخرى والإجراءات دي هتأدي لحالة من البلبلة والهلع والقلق بين الناس وحيأثر هذا الإغلاق على خطط السفر والتنقل مما يسبب التروات كبيرة في الحياة اليومية للأفراد والشركات وبالفعل أعلنت شركة مصر للطيران أنها قررت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات في الأردن والعراق واللبنان والقرار ده جاء نتيجة لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في الدول دي بسبب الأحداث الإقليمية المتوترة في المنطقة وأكدت الشركة أن التعليق ده حيستمر حتى إشعار آخر مما يعكس حجم التوترات اللي بتأثر على حركة الطيران في المنطقة كمان ليلة عبداللطيف توقعت أن وزارة النقل اللبنانية هتعمل على إغلاق الأجواء اللبنانية أمام جميع الطيرات القادمة والمغادرة والعبرة للأجواء اللبنانية وهذا الإغلاق تم بشكل مؤقت واحترازي نظرا للتوترات المتزيدة في المنطقة ودي هي المرة التانية اللي بيتم فيها اتخاذ هذه الإجراءات كمان ليلة عبداللطيف توقعت أننا نشهد في المراحل القادمة تصاعد في التوترات بين إيران وإسرائيل وحتظهر هذه التوترات بقوة على الساحة الإعلامية مما يثير القلق في الأجواء الدولية والعربية ومن المرجح أن تكون الأجواء أيضا محرية في قلب هذا الحدث خاصة عند إطلاق صواريخ نحو أهداف معينة والتوترات دي هتأدي لتصاعد عسكري غير مسبوك بين البلدين وتحقق هذا التوقع بالفعل وده لما شهدت الأراضي الإسرائيلية حالة من الإنذار والهلع بعد تعرضها لوابل من الصواريخ اللي سقطت على مناطق متفرقة والضربات دي كانت غير مسبوقة وجاءت بعد أيام من الشد والجذب بين إيران وإسرائيل وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ونفست تهران هجومها بأكتر من 200 طائرة مسيارة وصواريخ وأفاد التريفزيون الرسمي الإيراني أن نصف الصواريخ اللي أطلقت أصابت أهدافها بنجاح وده بيعتبر أول هجوم عسكري مباشر تشنه إيران على إسرائيل أيضا ليلة عبداللطيف توقعت أن أحد الجسور المهمة والمشهورة في العالم هيكون مصرح لحالات كبيرة من الهلع والخوف وحنرى الناس تركض على هذا الجسر بشكل هستيري وكأنها هاربة من كارثة قادمة أو مشهد خطير ومخيف وهذا الحدث بيعكس حجم الفوضى والخوف اللي بيمكن أن يحدث في مثل هذه الظروف وحدث بالفعل أن شهد ميناء بلتمور الأمريكي حادث كبير حيث استضمت سفينة حويات ترفع علم سنغفورة في جسر وده أدى لانهياره وسقوط السيرات في النهر كمان فرق الطوارئ بتبحث عن الضحايا في موقع الحادث مما يعكس حجم الكارثة الوقات في هذا المكان كمان للعبداللطيف توقعت أنه حنشوف جماهير ومناصر طيار المستقبل خاصة الشيخ سعد الحريري بيملأوا الساحات من جديد لحدث مهم وحنرى الرئيس الحريري في قلب هذا الحدث مع تضامن شعبي وتعاطف كبير من جمهور الشيخ سعد خلال المرحلة القادمة خاصة في العاصمة بيروت وبعض المدن اللبنانية تحقق هذا التوقع بالفعل حيث شهدت بيروت حشود شعبية كثيفة من مختلف المناطق اللبنانية وحضر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت لإحياء ذكره وهذا الحدث بيعكس حجم التأييد الشعبي والتضامن مع عائلة الحريري في لبنان وطبعين الآزئ بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة استعرضنا فيها مجموعة من توقعات ليلة عبداللطيف واللي حدثت بالفعل بشكركم جدا على حسن متابعتكم ما تنسوش تكتبونا رأيكم في توقعات ليلة عبداللطيف في التعليقات وأشوفكم بكرة على خير شكرا لكم وإلى اللقاء